تحتفل سلطانة عمان الشقيقة في الثامن عشر من شهر نوفمبر بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد حيث يحتفل أشقاء العمانيون بهذا اليوم الوطني وهم يفخرون بما وصلت إليه السلطنة من تقدم واستهار على كافة الأصعدة بقيادة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن ضارق المعظم سلطان عمان الشقيقة هذا وقد حرص جلالة سلطان عمان الشقيقة على إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأكد من خلال رؤية سلطانة عمان الفين واربعين على أن يكون الإنسان العماني شريكا حقيقيا في التنمية الشاملة لذا جاءت رؤية عمان والسياسات الناجعة التي تم إطلاقها بهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التنمية والمعرفة والابتكار وريادة الأعمال والسندت على ثلاثة محاورة رئيسية الإنسان والمجتمع والاقتصاد والتنمية الحوكمة والأداء المؤسسي لتوفير حياة كريمة مستدامة للجميع وتدعيم ركاز الحماية المجتمعية وتوجيه العناية المطلقة للتعليم والتعلم وإيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية إضافة إلى أعطاء دور بارز للمرة العمانية لتلعب دورا فاعلا في النهضة الشاملة التي تعيشها سلطنة عمان الشقيقة حيث استشرف السلطان هيثم لمستقبل هذه الأرض الطيبة انعكس إيجابا على تكامل وتناغم هذه المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما ظهرت نتائجه جليا من منجزات ماثلة للعيان في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ترجمة نانسي قنقر